أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحرد الله جميعا ولا تخرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وعندكم من قلوب أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تخرقوا واختلفوا من بعد ما جاء أهم البينات ورنايا لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها ما عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وإلى الله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجة للناس وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا هذا وإن يقادلوكم يولوكم للبار ثم لا ينصرون ظلمت عليهم الدلة بينما تقفوا إلا بأهل من الله وحبل من الناس وباغوا لأضب من الله وقدمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وعندكم من قلوب أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخترفوا من بعد ما جاء أهم البيناس ورنايا هم عذاب عظيم يوم تريد وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوه ففقوا العذاب بما كنتم تحفرون وعندما الذين بيضت وجوه هم فقير رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قلنتم خير أمة مخرجة للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله ولوانا أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا هذا وإن يقادلوكم يولوكم لجبار ثم لا ينصرون ظلمت عليهم الدلة بينما تقفوا إلا بأبل من الله وحبل من الناس وباء بأضب من الله وطلمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يحتلون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تخرقوا واذكنوا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهزدون وعندكم من قلوب أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تخرقوا واختلفوا من بعد ما جاء أهم البيناء ورنايهم عذاب عظيم يوم تريد وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوه أغفرتم ما لئينا لكم فثوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وعندنا وعندنا الذين بيضت وجوه هم فقير رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قرنتم خير أمة مخرجة للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن الهم وتوقنون بالله ولو أن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا هذا وإن يقادلوكم يولوكم للبار ثم لا ينصرون ظلمت عليهم الدلة بينما تقفوا إلا بأهل من الله وحبل من الناس وباغوا لأضب من الله وقدمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقه ذلك بما عصوا وكانوا يحتلون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تخرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وعدكم من قلوب أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذلك أمنهم أفضل قومين للعباب وَن تغصرحوا وإحمد الذين تغصرحوا وانחتلفوا وينientras موسيقى 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 فأما الذين سودت وجوههم أحفرتم بعد إينا لكم ففوقوا العذاب بما كنتم تحفرون وعندما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نكلوها عليك بالحق وأمر الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجة للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن الهندر ولوان أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا هذا وإن يقادلوكم يولوكم لجبار ثم لا ينصرون وظلمت عليهم الدلة وينما تقفوا إلا بأبل من الله وحبل من الناس وباءه وظلمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون وإلا أنبياء بغير حقا ذلك بما عصوا وكانوا يهجدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تخرقوا واتكنوا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولدكم من قلوب أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تخرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناس وأولئك هم عذاب عظيم يوم تريد وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أغفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تحفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجة للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولأنهم يؤمنون بالله ودوانا أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا هذا وإن يقادلوكم يولوكم لذبار ثم لا ينصرون ظلمت عليهم الدلة بينما تقفوا إلا بأهل من الله وحبل من الناس وباره ظلمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون لنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يحتلون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تخرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأنقذكم من قلوب أمتني يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولاك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين مصرقوا واختلفوا من بعد ما جاء أهم البيناس ورنايا لهم عذاب عظيم يوم جريد وجوه وجسود وجوه أما الذين سودت وجوههم أغفرتم ما دئينا لكم فذوقوا العذاب بما كنتم تحفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنهم تربطوا بنون بالله ولو من أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أدا وإن يقادلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون ظلمت عليهم الدلة وينما تقفوا إلا بأبل من الله وحبل من الناس وباءوا لأضب من الله وظلمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يهجدون